مرحبا بايبي نتمنى تكونوا كتير مناح لان الشهر اللي فات كان صعب عليكم كتير كانت الطاقة والكواكب ما مساعدكم عمشان تكونوا كتير مناح نتمنى هاي الشهر يعني الباقي في هاي الشهر يكون لصالحكم وتمنى لكم السعادة ان شاء الله اليوم رح نقرأ الطالق شمسي قمري لبرج الحم طالع لكم طاقتك الحالية طالعني يعني طاقتك الحالية عم تفكر بالاشياء المادية اكثر تفكيرك يعني طاقتك واهتمامك هلأ انك انك تكون مستقر ماديا وانك اه تكون مرتاح ماديا وبتستنى فرصة يمكن فرصة عمل اه فرصة شغل هاي طاقتك الحالية حاليا 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 انا شايفاتك يعني بارم ضهرك بارم ضهرك ورايح يعني مصر انك تروح مصر انك تروح وتترك كل شي سيء كل شي سيء في حياتك بس ليش يا برج الحمل طالع لي بان لا اه هلأ فهمك انت انت في الطاقة الحالية حاليا يعني شو صاير معك بدك تفل تترك كل شي كل شي انهدم انهدم ورا دهرك تترك كل المشاكل اي شيء سيء مريت به اه بدك تتركه ورا دهرك بدك اه بدك اه تعيش مرتاح على عرشك اه تعيش بسلام بهدوء بعيدا عن المشاكل يعني بدك ترك كل شيء وراك وتروح بدك تروح تروح بسرعة بسرعة يعني كبيرة وتروح كي كي تعمل الشغل بتشتغل على الشيء لانك بدك تحقق اشياء مادية بدك تترك كل الاشياء السيئة اللي مريت فيها يا برج الحمل اه بدك تترك كل شيء سيء ورا دهرك وتفل وتنطلق لحياة تنطلق لحياة جديدة اه لحياة فيها عمل يعني يعني تربح منها الشيء فهمت علي؟ كمان في النص هاي الشهر رح تكون يعني لابق اكتر في الكلام رح تسحر الناس حواليك كل شيء يعني رح ينبهروا بطريقة تفكيرك الجديدة اه بكل شيء يعني بكل شيء يعني رح تنبهرهم بطريقة تفكيرك بطريقة طريقة كلامك يعني مثل الساحر رح تسحرهم شايفتك بالليل بالليل يعني بتبقى حازين كتير اه بتفكر عن الناس اللي قزيتك الناس اللي تكلمت وراك ورا دهرك بالسيء اه بتتذكر بالليل يعني بالليل بتعيط يعني بتبكي على الأشياء على الأشياء اللي راحت على الأطلال زي ما بنقولوا اه بس بدك توازن بس بدك توازن حياتك بدك تكون مكتفداتيا يعني تطلع عن تطلع عن النور حياتك تزدهر اكتر ما هي هلأ بدك توصل لأشياء مادية يعني تفكيرك هلأ في الثاقة الحالية نصها الشهر مركز عني اكتر عن المادة مو عن العاطفة بدك ما تبقى معلق في علاقة ما يعني ما بدك تبقى معلق هلأ انت واقف على رجلك ما بد ما هلأ انت صرت واقف على رجلك يعني مش معلق هلأ وان شاء الله راح تحقق الغية اللي انت بدك ياها راح تستعن نور شمس راح تستعنوه في حياتك يعني راح تفرح من قلبك زي البيبي صغير بس انت مصمم تترك كل شي مو ورد اهرك وتروح لحياة جديدة يعني مصر كتير يعني تروح وتترك كل شي ورد اهرك يعني انت هلأ ما بدك حب ما بدك حب ولا شي بدك يعني تترك كل شي اذاك وتفل بس كمان عندك رغبة انك تروح لحدا بكل قوة فيك وتقوله انت عملت فيني وعملت فيني وعملت فيني بس بانا بنسحك ما تعمل هيك لانه كل شي ما راح يكون اللي صالحة ما تعمل هيك يعني كل شي يعني لو رحت وقلت كل اللي في قلبك ما راح يكون اللي صالحة فهمت علي؟ اه راح اقول لك الطاقة الطاقة اللي موجودة طاقة ترابية اه ومائية وهوائية عنا برج الحوت برج السرطان وبرج الميزان هاي الابراج اللي طلعت معي في قراءتك هلأ راح نروح للناس المرتبطين استنى لما اخد لك نصيحة نصيحتك احترها الشهر برج برج الحمل برج الحمل برج الحمل برج الحمل نصيحة بتقولك يعني انت لو كنت هلأ في علاقة ثلاثية سواء كانت عندك او عندي الشريك راح تنكشف راح تنكشف وراح يصير العدل لو لو كان هيك يعني لازم لو كنت انت اللي في علاقة في علاقة ثلاثية راح تنكشف لحبيبك او العكس وراح يكون كلام جارح شوي نروح نعرف طاقة طاقة الشريك مشاعر الشريك برج مشاعر الشريك برج الحمل طاقة الشريك افتقل حلية مشاعر الشريك نصيحة نصيحة نصيح طاقة الشريك طاقة الحلية هو هلأ في طاقة طاقة يعني صارم جدا معك بتعامله صارم ممكن يعني بيقول لك كلام ما يأجبك بيقول لك كلام بيزعلك بعض الاحيان قاسي جدا في تعامله هاي طاقة الحالية مشاعره اول شي مشاعر حبيبك يعني في مشاعره من اتجاهك يعني بيشوفك انت السعادة وانت الهنى يعني بيشوفك انت السعادة والهنى وكل شي كل شي حلو يعني بيشوفك الفرحة بيشوفك كل شي حلو لو كنتوا متزعلين وما بدوا ولا اي حدا بدوا ياك انت يعني قاعدوا مستنيك مع قاعدوا مستنيك انت انت اللي ترجع يعني وهو لو كنتوا متزعلين انا طلعت لي اكتر اكتر الطاقات اللي طلعت لي طاقات منفصلين يعني يبدوا يجيك على الحصان الابيض يعني على الفارس الاحلام ويك يعني بدوا يجيك على الحصان الابيض ويصالحك ويقل لك خلاص ويقدم لك كاس الحب يعني بدوا يجيك اكتر الطاقات انا بقول لك الطاقات اللي وصلتني الطاقات يعني بتاع المنفصلين بس هو باطئ يعني باطئ شوي هالفارس يعني بيكون باطئ شوي لكن راح يجيك راح يقل لك راح يقل لك امسو سوري انا اسف راح يجي قدم لك عرض بس الشي اللي ما حبيبته في هالقراءة والدفن يعني بيعني برج برج الجدي بيعني برج الجدي بس بس ام هالانسان لسه لسه متعلق فيك يعني لسه بيشوف فيك الاثارة لسه بيشوف فيك كل شي يعني بيثيرو موجود فيك انت او انت بس حاسس من ناحيتك انو انجاح منك كثير او انطعن منك كثير او العكس هذه قراءة عامة يعني بس بده بده يجي ويقدم لك كسي الحب ومن كل اعماق بيتمنى انو انك تقبل هالعرض خايف انك ما تقبله يعني خايف ما انك ما تقبله وراح يكون لو كان منكم حبيب اعمل لهم بلوك رح يشل البلوك رح يجي ويحكي معاك ويقل لك كلم كتير 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 وحل يعني يعني نفس الكروت عم تتكرر بده يقل لك كلام رح يسحرك وهلع في استشفاء عم يستشفي من شيء يعني عاتل نفسه الراحة نفسية وبقى مارد لك ايده بفرصة تانية للرجوع بطاقة يعني كتير حلوة بصراحة يعني هالانسان بده يجي عندك ويقل لك ام توصري يلا نرجع يعني انا بحبك كتير ما قادر عيش بلاك وهيك يعني النصيحة هو بطيء شوي بس بس راح يجي راح يجي ويحكي معك النصيحة تنسحك استنى استنى هذا الشخص هذا الشخص بيحبك كتير استنى ما تبدأ بحلاقة جديدة يعني استنى هالشخص بيحبك بيكل لك الحب بس هو زعلان منك زعلان منك زعلان منك يمكن لانك هلا انت بتفضل العمل ما بتعطيه وقته الكافي منشان هيك زعلان بتمنعني القراءة انتماشى معاكم خلولي في الكومنت سقولولي قصتكم اعملوا سبسكرايب يعني اشتراك وفعلوا الجرس منشان يوصلكم كل جديد بحبكم كتير كتير لايك شاركوا الفيديو مع اصحابكم وبوسا كبيرة لكم احلى حاجة موسيقى